بسم الله الرحمن الرحيم بناتي وأبنائي الطلبة السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته درسنا هذا اليوم سيكون عن قضايا النقد العربي القديم في الدرس النقدي العربي الحديث ولنبدأ بأول قضية وهي قضية نشأة النقد العربي القديم لما طرح السؤال حول البداية الأولى للنقد العربي تعددت الإجابات والتشعبات فالتقت حينا وتطاحنت أحيانا أخرى فاختلف الناس فيها بين قابل ورافض ولكل واحد من هؤلاء منطلق يبرر به قبوله أو رفضه لقد كانت عناية الكتاب والدارسين منذ فجر هذه النهضة الحديثة في الشرق العربي بالنقد الأدبي فهبوا يتناولونه بالدرس والتحليل متجهين فيه اتجاهات مختلفة تبعا لما أتيح لكل فريق من ثقافة ولما تيسر له من الاطلاع هكذا أثارت مرحلة البداية الأولى للنقد نقاشا كبيرا بين الباحثين المحدثين الذين اختلفوا في تقويم ما أثير عن هذه المرحلة من أقوال نقدية شفاهية وأحكام موجزة مرتجلة ومقاييس نقدية ذوقية غير معللة ففريق من الباحثين يرى أن مرحلة العصر الجاهلي هي المرحلة التي تطور عنها النقد لينتهي إلى أن العرب عرفوا النقد انطلاقا من التلازم المفترض بين الشعر والنقد فما دام لدينا شعر فلا بد أن يكون لدينا نقد بل منهم من يذهب أبعد من ذلك حين يعتبر أن النقد أسبق إلى الوجود من جميع الفنون ومن أشهر من حمل مش علق هذا الرأي الأستاذ طه أحمد إبراهيم والأستاذ محمد زغلول سلام فريق آخر قرأ النقد العربية القديم انطلاقا من مفاهيم نقدية مستمدة من تقافة الغرب وانتهى برفضه للبداية الأولى للنقد لينص أن النقد لن يظهر إلا في القرن الرابع الهجري وما قبل هذه المرحلة لا يمكن أن يعتد به وبذلك يكون قد أعاد قراءة النقد العربي من خلال تصورات ومن خلال مفاهيم جديدة حول النقد يحكمه منهج مأخوذ من تقافة الآخر ومن رواد هذه الفئة الدكتور محمد مندور في كتابه النقد المنهجي عند العرب فريق ثالث نص أن النقد العربية لن يظهر إلا بظهور الفلسفة وقد توصل لهذه النتيجة من خلال استقراء تاريخي لتاريخ النقد العربي في أوروبا وما دام الفلسفة قد تأخر ظهورها في التقافة العربية فطبيعي أن يتأخر ظهور النقد ولن يظهر إلا مع ظهور الفكر الفلسفي على يد المعتزلة والأشاعر وعلماء الكلام وحمل مش على هذا الطرح الدكتور محمد غنيم هلال في مؤلفه النقد المنهجي عند العرب الصادر سنة 1958 فريق رابع يجيب عن سؤال متى نشأ النقد عند العرب من خلال تاريخ النقد مصحومة ببعض التصورات الأوروبية مثله مؤرخ النقد العربي الدكتور إحسان عباس هكذا نلحظ أن هذا الاختلاف والتقارب بين هذه الآراء جعلها تخرج من إطار البحث عن نشأة النقد إلى البحث عن متى ينشأ النقد هل مع الفلسفة؟ هل مع الكتاب والتدوين؟ هل مع الشعر والأدب؟ بتعبير دقيق هل النقد كظاهرة ثقافية يظهر بظهور ظاهرة ثقافية أخرى؟ وهل هذا التقارب بين وجهات النظر ظاهرة صحية أم مرضية في تاريخ النقد العربي القديم؟ ما هو السر الكامل من مراء هذا الاختلاف الذي أفرز نشآت وبدايات للنقد العربي القديم وليس نشآة واحدة وبداية واحدة تمشياً مع عنواني درسنا قضايا النقد العربي القديم في الدرس النقدي العربي الحديث وقضية النشآة النقد القديم مثالاً نتناول في هذه الجلسة موقف الأستاذ طه أحمد إبراهيم إذا تصفحت كتاب تاريخ النقد الأدبي عند العرب للمرحوم طه أحمد إبراهيم تلحظ من البدء أنه فطر مجموعة من النتائج حول البداية الفعلية للنقد العربي القديم وهي كالآتي أولاً عروبة النقد فالنقد عربي المولد والتطور انطلاقاً من كون النقد الأدبي ظهر في الشعر وظلت أكثر بحوته في الشعر ثم هو عربي النشآة كالشعر لم يتأثر بمؤترات أجنبية ولم يقم إلا على الذوق العربي السليم هكذا نلحظ أن النقد الأدبي عند العرب نشأ في البيئة العربية وظل عربي صرفاً وذلك لأن أساس كل نقد هو الذوق الشخصي تدعمه ملكة تحصيل في النفس بدون ممارسة الأثار الأدبية وهل من الخطأ أن يقال بأن النقد العربي ليس عربي النشآة؟ فلقد وجد النقد الأدب بصورته الأولى بعد أول مقطوعة شعرية قالها العرب أي أنه كان ملازماً للشعر ونحن نعلم أن الشعر يتير بفضل خفائص صياغته أنواعاً خاصة من الإنفعالات ومن المؤكد أن تكون هناك استجابات لهذه الإنفعالات في بعديها السلبي والإيجابي وعن هذه الاستجابات يصدر الحكم وهذا الحكم هو النقد والذي لا شك فيه أن الاستجابات لم تكن فاترة وفي أخلاقهم عنف البداوة كما أن في شعرهم ما يحرك ضروباً من الإنفعال الشخصي والقبل ثانياً نضج الشعر فالشعر الجاهلي لم يعرف إلا ناضجاً مكتملاً فلا نعرف من واليات الشعر إلا هذه المطولات مرحلة المقطعات هي مرحلة غائبة عننا لا نعرف إلا مرحلة القصيدة كاملة ذات الروي الواحد والقافية التابتة لا نعرف هذا الشعر إلا ناضجاً كاملاً من سجم التفاعل مؤثل في النظم كما نقرأه في المعلقات وفي شعر عشرات الشعراء الجاهليين الذين أدركوا الإسلام أو كادوا يدركونهم ثالثاً تتقيف الشعر وهي عملية يقوم بها الشعراء تجاه شعرهم عن طريق زيادة والنقصان أو التقديم أو التأخير أو الإضافة أو الحدف إلى غير ذلك وقد اعتبرتها أحمد إبراهيم هذا التتقيف مظهراً من مظاهر الحس النقدي عند شعراء الجاهلية ومنهم رواد المدرسة الأوسية الذين نعتهم الأصمعي بعبيد الشعر وخاصة زهير صاحب الحوليات فالشعراء من هذا المنظور يتوجهون إلى شعرهم فيتدارسونه ويراجعونه ويحذفون منه ويضيفون إليه في تبصر وعمق وكان كل هذا ضرباً من دروب الممارسة النقدية على نصوصهم الشعرية ثم باب آخر أو نقطة رابعة أخرى هي التلازم بين الشعر والنقد لكي نبرهن على وجود النقد نلتمس ما جاء به الأستاذ طه أحمد إبراهيم من دلائل من وجود الشعر انطلاقاً من أن النقد هو تلك الممارسة التي تعمل على إنضاج الشعر وتخليصه من الشوائب التي علقت به لحظة ولادته لحظة تكوينه لحظة نظمه محاولاً بذلك الرفع من مستواه وجعله قابلاً لتذوقي قابلاً للإعجاب خاصة إذا علمنا أن أولية الشعر ترتكز على تصور جمالي فني محدد هكذا نلحظ أن النقد في العصر الجائلي نقد ينصب على النصوص الحديثة والمعايشة نقد يهتم بالجانب الفني والمعنوي أي بالشكل والمضمون معن ونلمس وصفة طه أحمد إبراهيم للنقد بدقة في أحد نصوصه فلنستمع إليه قائلاً وجد النقد الأدبي في الجاهلية ولكنه وجد هيناً يسيراً ملائماً لروح العصر ملائماً للشعر العربي فالشعر الجاهلي إحساس محض أو يكاد والنقد كذلك كلاهما قائم على الانفعال والثأثر وبذلك يبقى نقد هذه المرحلة نقد غير خارج عن ما عهد أو ما عهده النقاد في الأدب عامة والشعر خاصة إذ كان يعتمد على نفس الصفات ونفس المقومات ونفس الركائز ويتصف بنفس المميزات التي يتصف بها الشعر من سريقة وذوقية وعفوية وارتجال والمعالم التي ركز عليها طاعة أحمد إبراهيم للتدليل على وجود النقد العربي في البنية ما قبل الإسلام أو ما قبل البنية الإسلامية أولاً ما كان يدور في الأسواق حين كان الأدب سلعة من السلع تعرض كباقي المعروضات ثانياً ما كان يدور في المجالس الأدبية من مساجلات ومناقشات بين الشعراء من ذلك نسجل أولاً ما كان يدور في سوق عكاد حيث كانت تضرب قبة حمراء للنابغ الدبياني فيتوافد إليه الشعراء من أجل الحكم على شعرهم ويروى أنه مرة جاءه الأعشى والخنسى وحسان بن تابت فأنشده الأعشى قصيدة مطلعها ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي وأنشده حسان بن تابت لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وإسيافنا يقطرن من نجدة دم وأنشدته الخنساء قدن بعينك أم بالعين عوار أم أقفرت مدخلة من أهلها الدار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار قال النابغ الدبياني لولا أن أبا بصير يقصد به الأعشى أنشدني لقلت إنك أشعر الجن والإنس من هذا الخبر ندرك منزلة النابغ الدمياني عند معاصره وما احتكامهم إليه دون غيره إلا اعتراف علني بشاعريته وقدرته على تمييز الجيد من الرديء في الشعر ودليل على ذلك ما كان يتمتع به من علم بصناعة الشعر ومن ملكة خاصة في النقد ثم ما نجده في يتريب ونأخذ فيه كنمودج ما عيب عن النابغ الدبياني من ارتكابه للإقواء ولم يستطع أحد أن يصارحه به حتى دخل يتريب مرة فأسمعوه إياه غناء في قوله أمن آلمية رائح أو مغتدي عجلان دازاج وغير مزوج زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذلك حدتنا أو خبرنا الغراب الأسود ذكر الأصفهاني أن النابغ الدبياني قدم المدينة فعيب عليه هذا الإقواء فلم يأبه حتى جاؤه بجارية فجعلت تغنيه أمن آلمية رائح أم مغتدي وتطيل حركة الدال وتشبعها في مغتدي ومذوج ثم غنت بيت الأخير فبينت الضم في قوله الأسود ففطن بذلك لما يراد فغير عروضه وجعله وبذلك تصاب الغراب الأسود وكان من أجل هذا يقول وريدت يترب وفي شعر بعض العاهة فصدرت عنها وأنا أشعر الناس ما كان يدور في مكة وأتى طه أحمد إبراهيم بمثال عن ذلك موقف طرف ابن العبد من خاله المتلمس حين أنشده البيت المشهور وقد أتناس الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم قال طرف ابن العبد استنوق الجمال لأن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق بعير فهذا نقد يدل على بصر طرف بمعاني الألفاظ ومواضع استعمالها كما يدل على ذوق ه النقد وفطنته إلى أن مثل هذا الخطأ اللفظ مما هو عيب في الشهر نقطة أخرى مهمة نضاف إلى النقاط الأربعة التي حددتكم عنها وهي إطلاق الأحكام على الشعراء ومن تلك الأحكام أسماء أطلقوها على الشعراء تتحدث عن حقائقهم وعن فنهم الشعري أو ما يتصل بذلك الفن من قريب أو من بعيد ومن ذلك أنهم لقبوا النمر بن ثولب بالكيس لحسن شعره وسموا طفيل الغنوي بطفيل الخيل لشدة وصفه إياها ودعوا قصيدة سويد بن أبي كاهل باليتيمة لأنها فريدة في بابها ويعلق طه أحمد إبراهيم عن هذه الشواهد قائلاً هذه الشواهد تدل على وجود صور من صور النقد الأدبي في العصر الجاهل انتهى قول طه أحمد رغم أنها تتسم بمجموعة من المظاهر وهي أولاً التعميم في الأحكام إذ كان النقد الجاهل في أول مرة ثادجاً ثادجة البيئة الطبيعية والاجتماعية فكان النقاد يطلقون أحكاماً متنوعة على الشعر في أيامهم تتناول الشاعر أو قد تتناول القصيدة أو جملة في هذه القصيدة فقط وقد يكون هذا الحكم مبنياً عندهم على إعجابهم ببيت من أبيات القصيدة أو بجزء من البيت وقد يرجع هذا الحكم إلى إعجابهم بالشاعر وبشخصه نقطة أخرى الذوق الفطري لقد صدرت هذه الأحكام النقدية الجاهلية المتسمة بالذوق الفطري الذي يعتمد على إحساس النقد المباشر بمعنى الفكرة كما يتلقاها المتلقي ويحسها بذوقه الفج وفطرته السادجة ولهذا التسطر أحكامه مرتجلة نتيجة لهذا الذوق المباشر أو هذا التدوق المباشر فطرف بن العبد ووصبي لم يستصغ وصف الجمل بوصف الناقة فيصيح قائلاً في وجه خاله استنوق الجمل والنابغ يستنكر على حسان بن ثابت استعماله القلة في مقام الفخر في قوله لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى وأسيافنا يقتر من نجدة دمى فعلق على هذا البيت أبو بكر الصوري بقوله فانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدل على نقاء كلام النابغة حيث قال أقللت أسيافك لأنه قال وأسيافنا وأسياف جمع لأدنى العدد والكثير سيوف والجفنات لأدنى العدد والكثير جفان وقد اعتمد في ذلك على ذوقه الفطري الذي سقلته ثقافة العربية الواسعة وأحاطته بعادات قومهم وقيمهم نقطة أخرى الارتجال في الأحكام وهذه السيمة تتصل مباشرة بالذوق الفطري الذي يعد أساسا هاما في صدور الأحكام النقدية غير أن هذه الظاهرة تعد أثرا من آثار التذوق فبعد أن يتدوق الناقد الشعر يصدر حكمه إما ارتجالا وإما بعد إتبات وروية ودراسة موضوعية لنواحي الجودة والرداء لكن السمة الغالبة في النقد ما قبل البنية الإسلامية هي سمة الارتجال والبعد عن الدراسة التفصيلية للقصيدة والتحليل لها حقا كان من بين الشعراء مدرسة سمي أفرادها عبيدا للشعر وكانت تبدل عناية فائقة في تفهم الشعر وفي تدوقه وفي تجويده وتنويقه ولكن على الرغم من ظهور روادي هذه المدرسة ومصحاب الحوليات فلم يكن ذلك هو الاتجاه الغالب وإنما كان اتجاه محدودا لدى أهل هذه المدرسة وطابعا خاصا يميز المنتسبين إليها أما الطابع العام فهو الارتجال والبعد عن التحليل والتماس العلال ليست في تلك اللمحات النقدية شيء غريب عن البيئة التي قيلت فيها بل إنها أشبه ما تكون بطبيعة الجاهليين الذين لم يكن لديهم من أشياء الحضارة وألوان الثقافة ما يسمح لهم بمحاولة تأييد الرأي بالعلة المعقولة والدليل الواضح على ذلك ما قدمناه من نتائج واستجهادات يصمر الأستاذ طاعة أحمد إبراهيم في تاريخي للنقد العربي القديم مسجلا مجموعة من السمات منها النقد الأدبي توطد واستقر في عهد الطبقات الأولى من اللغويين ثم يتحدث عن أن عهد النقد الصحيح سيبتدئ من هذه المرحلة وأن كل ما سبق لم يكن غير نوات له أو محاولات فيه ونحن ونحن نقوم ضوقة الدكتور أو الأستاذ أحمد طه إبراهيم في تعامله مع المادة النقدية الموروطة عن العهد الجائري تزدحم في أدهاننا تساؤلات عدة منها هل بالفعل نشأ النقد بنشأة الشهر؟ هل ما ورث عن هذه المرحلة من أحكام النقدية يمكن أن نعتبره نقداً ما المقدمة التي حكمت طه أحمد إبراهيم وجعلته يصل إلى هذه النتيجة؟ نقر بدءاً أن مرحلة الجاهلية والتي اعتبرها طه أحمد إبراهيم بداية فعلية للنقد لم تكن بتاتاً مؤهلة لنشأة النقد لأسباب ذكرت البعض منها وندكر بعضها الآخر في حصص أو محاور أخرى إن شاء الله كل ما نؤكد عليه الآن هو أن عهد النقد الفعلي وشروط النقد الصحيح لم تتوفر بعد في هذه الحقبة وهي لن تتوفر إلا في مرحلة متقدمة من تطور المجتمع العربي وفي غياب الشروط الموضوعية لنشأة النقد نكون أمام نفحات وآراء لا ترقى إلى مستوى النقد نحن أمام واليات للنقد لمحات أولية للنقد لكنها رغم ما فيها من فنية لا ترقى إلى مستوى النقد الموضوعي عند العرب من تم لا يمكننا الحديث عن نقد في هذه المرحلة أكتفي بهذا القدر واستودعكم الله الذي تضيع ودائه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر